السيد قرماي حدقو والسيدة تاركتش أسقدوم النازحين من منطقة قولو مخدا ومنطقة فازي قالوا لنا أنه بسبب الحرب التي بدأت في عام 2020 القوات الإيرترية المتدخلة استولت على كل شيء وقاموا بطردهم من أرضهم وقاموا بسرقة ونهب وتخريب ممتلكاتهم قرار شعب يقن قلتشعن على سلسل السل نبرتنا خلسنا في ترفة عندما بدأت الحرب في عام 2020 احتلت القوات الإيرترية منطقتنا وطردونا واستولوا على كل شيء لقد نهبوا وسرق وخربوا ممتلكاتنا وقتلوا الناس الأبرياء عندها قمنا بالهرب وأتينا إلى مدينة مغلة وعندما عادت قواتنا إلى تغراي بدأت هذه القوات الإيرترية المتدخلة مرة أخرى بالقصف والنهب والسرقة ولم يتركوا أي شيء لقد أخذوا كل ممتلكاته دخلوا إلى أراضينا بالمدافع وخربوا كل شيء ولم يتركوا لي شيء القوات الإيرترية لم يتركوا لي شيء سرقوا كل ممتلكاتي لقد قاموا بإخافة زوجي وجعلوه يشرب بالخوف وهناك الكثير من المشاكل وقبل قدومي إلى هنا قاموا بقتل أبناء أعمامي وأخواني وزوج ابنة عمي فقط من منزل واحد قاموا بقتل سبعة أو ثمانية أشخاص فقط من عائلة واحدة ليخرجوا هؤلاء الأعداء من أراضينا ويكفيهم ما فعلوه وأضافوا أيضا أنهم يعانون من الجوع وأنهم بدأوا بالتسول لأجل أن يجدوا قوت يومهم وقالوا أن العالم يجب أن يراهم ويأخذ كل شيء بعين الاعتبار كيف يمكن لشخص أن يأخذ 15 كيلو من الدقيق لمدة خمسة أشهر؟ إنها لا تفعل شيء ولا تسد الجوع نحن لا نزال نعاني ويجب أن يران العالم ونحن نتسول في الشوارع لأجل أن نأكل وهناك أشخاص قليلون يساعدوننا ويجب أن يران العالم لأننا نحن لا نملك أي شيء لننام عليه نحن فقط في أمان لأننا نعيش في غرفة أنا لا أملك شيئا وابنتي ليس لديها أي شيء فعلت الكثير لي وأتيت إلى مدينة مغلة والناس هنا هم من أعطونا الملابس والطعام ولكن الآن ابنتي تتسول لأجل أن نأكل نحن نعيش في غرفة ولا يوجد فيها شيء ونحن نعاني من الجوع وطلبوا السيد قرماي والسيدة ترقت من الحكومة الفيدرالية التدخل والقيام بدورهم كما في الاتفاقية في إخراج القوات الأريترية وعصابات الفن من أراضي تقرأ وطلبوا أيضا أن يعودوا الأطفال إلى مدارسهم وأن يعم السلام بشكل كامل ليعود كل شيء كما كان عليه لقد تركوا فينا شعورا لا ينسى وأثر لا ينسى حرقوا منازلنا وخربوا كل شيء أطلبوا من الحكومة الفيدرالية أن تخرج القوات الأريترية من أراضينا ونريدوا أن يعود كل شيء إلى ما كان عليه يجب عليهم الخروج من أرضنا نحن نريد السلام يجب على الحكومة الفيدرالية الأثيوبية كما وقعت على الاتفاقية أن تخرج هذه القوات المتدخلة الذين ما زالوا في بعض من مناطق تكرايه وبعد هذا كله نحن نموت من الجوع ويقولون أن السلام تم ما تم منه فقط هو إيقاف طرقات النار وفتح بعض الخدمات ولكن لنعود كما كنا في السابق إلى أعمالنا ولتفتح المدارس وليدخل كل شيء إلى تكرايه هذا السيد وهذه السيدة كغيرهم من النازحين الذين تركوا كل شيء وراءهم وخرجوا للنجاة بأرواحهم وكان لديهم بصيصا من الأمل من أن يعود كل شيء كما كان بعد اتفاقية السلام وأن يعودوا إلى أراضيهم لكن هذا ما زال أمل إلى يومنا هذا لأن القوات المتدخلة الإيرترية وعصابات الفن ما زالوا يحتلون على هذه الأراضي